استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان لها اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ضد قطاع التعليم الفلسطيني وازديادها بشكل يهدد حق الطلبة في التعليم هذا ودعت الوزارة في بيانها المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات المخالفة لكافة المواثيق والشرائع الدولية حق كفلته كل الشرائع الدولية والإنسانية أغمض الاحتلال العين عنه مطلقاً العنانة لهمجيته بالبطش بالمنظومة التعليمية في فلسطين انتهاكات طالت خلال اليومين الماضيين مدارس عديدة منها خلة الضبع والساوية واللبن والطقوع والخضر تسلمت بعضها أوامر بالهدم وتنكيل بالهيئة التدريسية واقتحامات متكررة للبعض الآخر إضافة لعقلة وصول الطلبة إلى مدارسهم صنوف متنوعة من الاعتداءات تشهدها المدارس الفلسطينية تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني آخر الانتهاكات كانت بالأمس تسليم مدرسة خلال الضبع في مدرية يطا في المسافر قراراً بهدم المدرسة ويزاريته وبالمناسبة هذا ليس القرار الأول نحن نتعطى مع هذا الاختار على محمد الجد على اعتبار أنه لنا صوابق أربعة عشر مدرسة تحدي أقيمت في التجمعات البدوية المهددة بالمصادرة تعرضت لعمليات هدم متتالية من قبل الاحتلال منها مدرسة تجمع الخان الأحمر البدوي ومدرسة جب الديب وغيرها الكثير تضم كل مدرسة منها عدد كبير من الطلبة في المناطق النائية الهدف من إقامة هذه المدارس هو إيصال خدمة التعليم لأبنائنا الطلبة في المناطق البعيدة والنائية والمهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال لبناء المستوطنات عليها عندما توجد مدرسة لأي تجمع يثبت هذا التجمع وبالتالي سلطات الاحتلال حالياً تعكف على هدم هذه المدارس كذلك هو الحالوف القدس والتي تعاني من مساعي الاحتلال الحثيثة لتهويد المناهج التعليمية وفرض واقع تعليمي يملي به الاحتلال بأفكاره الرامية لخلق جيل بعيد كل البعد عن القضية الفلسطينية اشتركوا في القناة